الحوثيون في اليمن اشتركوا في القناة من حلقات بكل وضوح أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من هم الحوثيون؟ هل هم الشيعة أم سنة؟ وإذا كانوا من الشيعة لهم من الشيعة لإثناء عشرية أم فرع آخر؟ كيف ظهروا في الساحة اليمنية؟ ما علاقتهم بإيران وحماس وحزب الله؟ ما هي عقائدهم خاصة تجاه الغرب وتجاه اليهود؟ لماذا أعلنوا الحرب على السفن وتسببوا في خراب اقتصادي لدول المنطقة؟ ما هي عقائدهم؟ ما هي شعارتهم؟ ما هي غايتهم؟ هناك أسئلة كثيرة ينبغي أن نطرحها لنوضح الحقيقة الكاملة حول هذه الجماعة التي تحكم أجزاء من اليمن وتهدد السلم العالمي دعونا نخوض في الموضوع وبكل وضوح مع الأستاذ مجري خليل أرحب بك خبيرا ومحللا لما يجري في المنطقة أشكرك أخي رشيد وشكرا لك على الاستضافة وأهلا بجميع مشاهديك حول العالم فقط نصيحة لكل مشاهدي لو أنت لا تعرف أي شيء عن الحوتين هذه الحلقة كفيلة بأن تغنيك عن أي مصدر آخر عن الحوتين هي شاملة وجامعة وأحاول أطرح فيها كل الأسئلة التي يطرحها المشاهد دعونا نبدأ في المغرب الحوت من غير ثاء معجمة نحن الثاء معجمة نهتمش فيها في المغرب نقول كل شيء ثاء فلما سمعت الحوت وكانوا بياع الحوت الحوت هو السمك عندنا في المغرب لكن طبعاً ملوش علاقة بالموضوع من هم الحوثيون أي مذهبهم وهل هم ضمن فرق الشيعة نحن عايزين نعرف هم ضمن فرق الشيعة الشيعة نقسم أربع مرات بس دول منهم هواضحها دلوقتي فالتالي الشيعة الكور الأساس بتاع الشيعة أنهم بيعترفوا أن علي كان له الأولوية والأحقية عن أبو بكر وعن عمر وعن عثمان دي الشيعة دي ما فهم الشيعة باختصار بس هم منقسمين واحد يقول لك ده بأمر إلهي حديث الغدير اللي هم الإثنى عشرية والزيديين بيقولوا أنه لا هو بالأحقية والجدارة وكل شيء هو اللي قال يستحق أنه هو في متفقين أن علي لغة الأحقية بس ده بأمر ديني وده بأمر أخلاقي وأمر كفاءة طيب من هم بقى؟ الشيعة ليه سموهم الزيدين؟ ليه الحسين؟ اسمهم ينتمون إلى المذهب الزيدية دي الحسين إيه هو المذهب؟ نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ده قام بصورة على هشام بن عبد الملك سنة 122 هجرية وطم قتله وصل بجسته وصل بجسته لما قام على صورة على الأمويين أما كلمة حوثي نفسها فتسم الزيدين الزيدين أما كلمة حوثي نفسها فهي تأتي إلى بدر الدين الحوثي كما كان نزح إلى صعدة من بلدة صغيرة اسمها حوث في شمال اليمن فهي الحوثيين ده عيلة حاكمة حالياً بس ضمن الزيدية ضمن الزيدية هي نسبة إلى المنطقة زي ما نقول القريشي زي نسبة إلى القريش الحوسي وبعدين صار نسل بيقولوا اسم للقريشي كده بالزبط فبالتالي هم ده الاسم بتاع الحوثيين أما الأربع انقسامات الشيعية حصل انقسام بعد الإمام الرابع عشان هم زيدين اللي هو الإمام علي زيد العابدين فواحد قال نختار ابنه محمد ودول اللي استمروا الإمامية وهم قالوا نختار ابنه زيد زين زيد ابن علي ابن زين العابدين ده هم كده يبقى تابع مين زيد فهم سمم زيديين عشان زيد وبعد كده انقسموا تاني بعد الإمام السادس اللي هو جعفر ابن علي اللي مسمينه الصادق فهم ما بيؤمنوش بالآئمة اللي يجوا من بعد هم بس آخرهم زيد ابن علي وهم آئمتهم بقى الخاصة بعد زيد ابن علي هم بيؤمنوا زي الشيعة برضو الأئمة من كريش فهم أطول أئمة من سنة 284 يحيى الهادي الأول واحد أسس الزيدية في اليمن سنة 284 هجرية سنة 898 ميلادية والحد دلوقتي هم بيؤمنوا إمام 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 يعني حكم دين المتسلسل خلينا أشرح ألخص الحوتيون فرقة شيعية أكيد بيختلفوا عن الاثنية عشرية لأنه توقفوا عن زيد ابن علي ابن الزين اللعبي الوياس الرابع خلينا نقول الإمام الرابع الخامس عندهم كان قبل أربع متفقين عليهم أربع بيشتركوا فيهم مع الباقين لكن الخامس بتاعهم وبعد كده افترخوا عنهم وصار لهم أئمتهم الخاصة بالزبط وهم بيؤمنوا أنهم من سلالة محمد ومن قريش ولازم يحكمهم ولازم الإمام يحكم لهم الحق الإلهي في الحكم ولهم الحق والناس بتديهم الخمس وسلالة وراثية سلالة تحكم من سنة 244 حكم أكتر من 1100 سنة في المنطقة في شمال اليمن وبيعتبروا حقيتهم بناء على انتمائهم إلى كوراش ولأ الإمام الزيد الشيعة Nقسم أربع مرات مرة عند الإمام الزيد ومرة بعد جعفر الصالك الإمام السادس طلع منهم جماعة طرفوا بابنه إسماعيل وجماعة قالوا ابن موس فاختلفوا فطلعت الإسماعيلية لأن ابنه إسماعيل موجودين فيächlich في إيران ومحكم نصر الى هما الفاطميين إسماعيلية النزارية اللي هم الحششين اللي كانوا في إيران وإسماعيلية مستعلية موجودين في بعض أماكن في العالم لكن اللي في إيران دلوقتي الغالبين الثاني عشرية وهم الغالبية الشيعة وهم غالبية الشيعة في العالم هم موجودين في إيران وفي العراق وفي لبنان فيه بقى تاني خليني نسأله الزيديين كانوا مختلفين مع الاثنية عشرية. هبقين لك الاختلافات. وبعده أنا قلت لك انقصبوا عند الإمام الرابع وعند الإمام السادس طلعوا الإسماعيلين وعند الإمام الحداشر. قالوا بدل ابنه التلميذ بتاعه. التلميذ بتاعه محمد بن نصير النمر. ودول اللي هما العلوين أو النصيرية. اللي هما في سوريا تقريب. واللي وصلوا لحد الاثناشر هما الاثنى عشرية. اللي هما الفرقة الكبيرة. وإحنا عملنا حلقة أنا وإنت اسمها نواصب وروافد. الناس عاوزة ترجع لها فيها التفاصيل عن كل الحاجات دي. مهمة دي. طيب. طيب. الزيدية ده لما دخلت. زي ما قلت يحيى الهادي سنة 284. بس طلع واحد تاني اسمه الجارودي. يوموا مقسمين إلى الهدوية والجارودية. الهدوية كله ده في اليمن. في اليمن في الزيدية نفسها. بس الأغلبية هدوية. بس فيها الجارودية. ابن جارود. دول بيكفروا عمر وعائشة الجارودية. والتانيين بيقولوا أن هم كويسين أفاضل بس علي أفضل منهم ويستحق أفضل منهم. يعني شوية مشقصات على السنة زي التانيين. طيب. إيه الخلاف بينهم بين الزيدية وبين الزيدية وبين الزيدية. هم عندهم مبدأ الخروج على الحاكم الظالم أساسي. عشان كده قبل ما يسموهم الزيدية كانوا يسموهم أصحاب السيف. هم قصاه محاربين مقاتلين جدا شرسين فهم أصحاب السيف الزيدين. عشان زين العابدين ابن علي خرج على الأموين ومات في سبيل ذلك. عندهم عدم عدم عسمة الأئمة. التانيين عندهم عسمة الأئمة الزيدية كمان. فالإثناء عشرية ما كانوا يخرجوا على الحكوم على فكرة. كانوا يعملوا التقية. أصلا التقية وأصلا الأئمة العشرية ما عندهم نظام للحكم. الوحيد اللي عمله الخميني. كانوا مستنين المهدي يرجع وبعدها. هو اللي يحكم. الخميني قال أنا نائب المهدي. في حل معضلة شكل الحكم. أما دول عندهم شكل الحكم. كانوا يقولك لا احنا نزيل الحاكم الضال. واحنا نحكم لأن احنا بتوع كورايش. واحنا أحفاد عالي وكده. يؤمنوا بالعنف لإزالة الحاكم الضالة. طبعا. يؤمنوا أساسي بالعنف. لا يكررون زواج المتعة. ما يقبلوش زواج المتعة. لا. ما يقبلوش قوي التقية. بس قبولهم للتقية يعادل قبول السنة. السنة عندهم تقية. كله عنده تقية. كله عنده تقية. لكن درجات عند الشيعة الابنية الأفجارية وصلت لمستوى كبير. ليس لديهم حسينات. مساجد برضو زي الحسينيات. عندهم مصادر التشريع زي السنة. القرآن والسنة والإجماع والقياس. دي مصادر التشريع عندهم. ماشي. الإمامة في الكورايش. زي ما قلت. الإمامة في الكورايش. يعني هم عندهم كمان. عشان هم نظام ديني وراسي. قبلي. متخلف جدا. دولة دينية. دولة دينية. دولة دينية. الأئمة في الأول في القمة كورايش. طبقة السادة. وبعد كده شيوخ القبائل. وبعد كده الفقهاء من الزيدية. وبعد كده الفقهاء من الشفعية. لأنه في شوية شفعية في اليمن. وبعد كده بقى البشر كلهم. في القاعة يعني العوام. التعي. وطبعا كل واحد يحضر بامتيازات خاصة. طبعا. طبعا. امتيازات في الحكم والسلطة. وفي الفلوس. وفي الفلوس. وفي كل شيء. هو طبقة حاكمة. ترى نفسها أنها ورسة كورايش. ولها الحقوق كلها. الحق في الكرامة الدينية. الحق في الفقه. والحق في الحكم. هم دولة دينية. تمام. طب. إيه علاقتهم بإيران؟ عفوا. أنا كان عندي. عشان كده ما عملتش الحلقة الماضية. كان عندي برد شديد. ألف والسلامة. فهتسمعوا الكحة مرة أو تانية. أنا بعتدر. الحوتيون دخلين الحرب الآن. مساندين لحزب الله. تمام. مساندين لحماس. بيعتبروا دراع لإيران. لكن عقائدهم. واضح أنه بتختلف عن. شوية. يختلف طبعا. في بعض الأمور. طبعا. فإيه علاقتهم بإيران وحزب الله في الأول. قبل ما تخلي علاقتهم مثلا بحماس. أضيف سؤال كده. أقولك مع حماس. خلينا على الأقل الفرق المعروفة النشيعة. قبل ما نشوف علاقتهم بإيران. لازم نفرق بين ثلاث مصطلحات. التشيع المذهبي. هم زيديين. زيديين. مقسمين هدويين وجاروديين. زي ما قلت. كمان. ده التشيع المذهبي. في التشيع السياسي. إيه التشيع السياسي. اللي هو اللي بيسموه الهلال الشيعي. إيه التشيع السياسي. إيران قالت. إننا ما نقفش عند الفوارق. اللي بين الفرق الشيعية كلها. سواء إسماعيلية. أو سواء علاوية. أو سواء زيدية. أو أي فرقة. ما نقفش عند الفوارق. عشان نعمل محور شيعي. هم جزء من التشيع السياسي. فبالتالي هم جزء من التشيع السياسي. فيه بقى التشيع الايدولوجي. التشيع الايدولوجي. إنه يخذ طريق ولاية الفقيه. في انتزاع السلطة. في الحكم بالقوة. في استخدام التنظيم. التنظيمات. زي ولاية الفقيه. هم أيضا. ضمن التشيع الايدولوجي. على فكرة. الاثنى عشرية. نصا تقول. اللي ما يؤمنش بالاثناشر إمام كاملين. هو كافر. بس هم تجاوزوا. إيران تجاوزت. في سبيل الايدولوجي. في سبيل الايدولوجي والسياسي. في سبيل التشيع السياسي. فبالتالي. هم ده بالنسبة. لكي تفهم علاقتهم بإيران. تفهم الثلاث حاجات دول الأساسيين. طيب. إيه علاقتهم بإيران بقى؟ علاقتهم بإيران. واسعة جدا جدا جدا. مرتبطة جدا جدا. منذ أن الزيدية سقطت في اليمن سنة 1962. سقطت آخر إمام محمد البتر. أسقطوا وتسمت الجمهورية اليمنية. واخد بالك. فلما تسمت اليمنية. تم إهمال الزيديين. وتم نشر السلفية والوهابية والإخوانية. في مناطق تمركزهم في صعدة وفي شمال اليمن وما حولها. طبعا ده حصل لهم مشكلة كبيرة. جاء واحد بقى في التمانينات. اسمه بدر الدين الحوسي. أبو حسين الحوسي اللي يعتبر المؤسس الرئيسي للحوثية. ما الحوثية دي عائلة داخل الزيديية. عائلة حاكمة. في الزيديية طول تاريخها كان فيها عائلات حاكمة. العائلة المتوكلية. أخيرها اللي سقط سنة 1962. المتوكل. يحيى المتوكل ومحمد البتر. ودي جاء تاني عائلة حاكمة جديدة. وكله بيقول أن أنا بنتمي لعلي. وبنتمي للكريش. وبنتمي لكلام ده. طيب لما حصل كده جاء بقى بدر الدين الحوسي. بدأوا يحيوا الزيديية دينيا. بدأوا يعملوا زي. لما لقهم بيتحوطوا بيتخنقوا. بالسلفيين والإخوان المسلمين. والقاعدة. والقاعدة. والوهابية وكل ده. بدأوا إحياء الزيديية دينيا. زي طريقة الإخوان المسلمين. يوزعوا حاجات. يعملوا مراكز دينية. وسموها منتدى الشباب المؤمن. منتدى الشباب المؤمن. لكن بعد كده سافروا لإيران. لما سافروا لإيران. تحولت سافر. حسين الحوسي. ابن بدر الدين الحوسي. هو المؤسس الرئيسي للحوسية. ويعتبروه الحسين بتاعهم. وطبعا ده حصل كله بعد الثورة الإيرانية. تسعة وسبعين. هو الثورة إيرانية ملهمة للفرق الشيعية كلها. كانت ملهمة. فلما حصل أن جيب أحسين الحوسي. وسافر هو وأبوه بدر الدين الحوسي. وابن حسين الكبير. وبعدين عبد الملك اللي بيحكم حاليا. سافروا إلى إيران. وعرفوا وقم. وراحوا لحزب الله. تكتكات الصورة الإيرانية. تكتكات كل شيء إيراني. رجعوا اليمن. بدأوا يعملوا تنظيم مسلح. من إحياء للزيدية دينيا وثقافيا إلى تنظيمات مسلحة. بدأها حسين الحوسي. وخاض ست حروب مع علي عبدالله صالح. رغم أن علي عبدالله صالح كان زيدي أيضا. بس كان بيخفي إدارة على زيديده. مكانش الجانب الديني عنده مهمة. هقول ليه. فالمهم بقى قادوا ستة حروب. أول حرب فيهم من 2004 إلى 2010. مات حسين الحوسي. واعتبروها كربلاء زيدية. أن حسين الحوسي مؤسس الحوسية يحاصر سنة 2004 من قبل قوات علي عبدالله صالح ويموت. ويموت. وأبوه تولى شوية لحد ما ابنه صغير عبدالملك الذي له أطول فترة هو عبدالملك الحوسي الذي هو حاليا موجود. ويجهز ابنه كمان جبريل. حكمه ورأسي. فإيران عملت لهم. بدأت هنا. جبريل. جبريل الحوسي. فهم تأثرهم بالثورة الإيرانية ليس بالتأثير والأيدولوجية. لا. التوجيه والتدريب والتسليح والتمويل. كل شيء. إيران وطبعا حزب الله أيضا ظهر في حفظ الفترة. حزب الله ما هما إيه؟ اسمهم كانوا أولا منتدى الشباب المؤمن. ثم تنظيم الشباب المؤمن. ثم أنصار الإسلام إلى أنصار الله. واخدينها بقى إيران. قالهم سموا نفسكم أنصار الله. أنصار الله. فالتاني حزب الله. وأنصار الله. وكل الله في الله. كله بإسم الله. بالتالي الشعار الحوسي. إحنا قلنا الإسم خدوا من إيران. الشعار خدوا من إيران. الشعار الثورة الإيرانية. الموت الأمريكا. الموت الإسرائيل. هم دفولوا الله أكبر. ويسموها الصرخة. حسين الحوسي لما رجع. حسين. لما رجع من إيران عمل الصرخة دي. سنة 2002. الموت الأمريكا. الموت الإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام. اليهود. عشان بيقولوا إحنا بنفرق بين إسرائيل. لا كلام فارغ. أي واحد عايز يهرب من الموضوع. بيقولك بنفرق بين دول. هم جواهم. وفي مجالسهم الخاصة. مفرقوش من. وحتى لما لللسان يزل. مفرقوش بين دودة. على فكرة. في إطار هذا العلاقة. حاولوا يقربوا حتى كمان. مفاهميا بين الزيدية وبين الأسنع عشرية. بدر الدين الحوسي كتب. كتاب ما هي الزيدية. حط المشتركات بين الزيدية والأسنع عشرية. مش المشتركات مع السنة. لا. المشتركات مع الكفيل بتاعنا الجديد. اللي هو إيران. فعمل كتاب عن المشتركات. كلهم يتجاوزوا الفروقات العقائدية لما تيجي للسياسة. مثلا حماس مفروض أنها إخوان. ومفروض أن السنة بكفروا الشيعة. طبعا. والشيعة بكفروا السنة. واصب ورا وافت. لكن لما جت العداء لليهود اتفقوا عليه. طبعا. مؤخرا لما قتل غير مأسوف علي إسماعيل هنية. صلت عليه الإمام خامنئ. خامنئ نفسه. اللي هو اللي هو شايفه كافر. اللي هو شايفه كافر. طبعا. الشيعي بيصلي على سني. والناس بتسقق. واللي السنة شايفه صلاته باطلة. صلات خامنئ باطلة. لكن ضده في اليهود خلاص. طبعا. هل علاقة الحوتيين بحماس تدخل في نفس الإطار؟ ما أقول لك هو. فبالتالي علاقتهم بإيران. قادة الحرس ثوري الإيراني. كآراحوا اليمن بيتضربهم لحد دلوقت الموجودين. هم مين اللي بيوجه السفن؟ مين اللي بيديهم معلومات عن السفن؟ مين اللي بيديهم صواريخ المضادة للسفن؟ ما كل الأسلحة. علي. كل الأسلحة جاي من إيران. ما علي. لما يصرخوا العالي بيديهم. عالي بيجيب لهم. مين اللي خد؟ قال لك احنا خدنا العداء الإمبريالية من إيران. طيب كله من إيران. الطائرات المسيارة. الأسلحة اللي مخزنينها. ما معظمها من إيران. معظمها من إيران. المعلومات الاستغباراتية. مين اللي سندهم في عاصفة الحزم اللي سبع سنين حرب مع السعودية؟ ما إيران. من إيران؟ درجة أنه كانوا بيدربوا السعودية؟ طبعا. سنة 2019 ضربوا أرامكو. إيران ضربت أرامكو. وقالت الحسيين. رغم أن أمريكا قالت جاية من إيران. لأنها ضربة كبيرة. بس هم قالوا الحسيين ضربوا. إيران قالت الحسيين. والحسيين أعلنوا أنهم ضربوا. لكي يداروا على إيران. واخد بالك. باختصار أقول لك. في سنة 2014 بعد ما احتلوا صنعاء. عدو البرلمان الإيراني في قلب البرلمان رضا زاكاني عن طهران قال. صورة الحسيين في اليمن هي امتداد للصورة الخومينية. هي امتداد. في سنة 2015 لما بدأت عصفة الحزم. هدد الجنرال مسعود جزائري. رئيس الأركان الجيش الإيراني. بإرسال قوات إيرانية اليمن على غرار دعمه لطهران لنظام بشار الأسد. لكنهم لم يقدروا. لأنهم يعرفون اليمن صعبة معقدة تدريسيا. فهم بالعكس عملوا الأسل والأكثر. باختصار الحسيين هم جزء من محور المقاومة التي تقوده إيران. ولتحقيق أغراض إيرانية. أي هم في حكم التابع لإيران في تحقيق هيمنتها على الشرق الأوسط. هم بيدعوا أنهم مستقلين. لكنهم عملياً. ذراع لإيران. محور المقاومة يعني. مين الذي يقود محور المقاومة؟ إيران. مين القائد؟ عشان يحق أهداف إيرانية. طبعاً. وأهدافها مش الهيمانة على الشرق الأوسط. لا يوجد شك. الحوسي هو ذراع لإيران. تابع لإيران في مسألة الهيمانة على الشرق الأوسط. وتحقيق الأهداف الإيرانية. ومجرد الحوسي أداه. ورغم إدعاءهم الكبير أننا حلفاء إزاي؟ أنت ساعدك. بس أنت تابع لأنه ساعدك. أنا حد الآن مش فاهم. هم البيئي بيحكموا في اليمن مناطق نفودهم. وكيف تشكلت قوتهم بالسرعة دي؟ يعني لحد بداية القرن محدش كان سامع عن الحوتيين. ما عدا المتابع للوضع بتدقيق يعني اللي بيدقق. أما في الأخبار العالمية أشخاص عاديين ما كانش مين الحوتي ده؟ مزبوط. مين الحوتي ده؟ مزبوط. خلينا نتكلم عن عوامل قوة ذاتية وعوامل قوة خارجية جاية من إيران. العوامل القوة الذاتية طبعا ما هم موجودين وحكموا أكثر من ألف سنة. أزيدية ما هم موجودين. نسبتهم أدي إيه في اليمن تقريبا؟ من 35 إلى 40%. 10 إلى 12 مليون من سكان اليمن. بس قوة بتاعتهم عدة أمور. أولا إنهم كتلة كبيرة. إنهم حكموا لأكثر من ألف سنة في المنطقة دي. إنهم عندهم جبال بيحتموا فيها. جبال صعدة وغيرها. إنهم محاربين أشداء. وعندهم عقيدة قتالية. إيه العقيدة القتالية؟ إننا نحكم. دي بلدنا. محدش يحكم غيرنا. دي عقيدة قتالية بتاعتهم. وكمان متركزين في حتة معينة. كل ده عناصر قوة ذاتية بتاعتهم يعني. هم حاليا. دي عناصر قوة ذاتية تقريبا. فيه عناصر جاية من إيران. العنصر الثاني بقى. اللي هو خده الأيدولوجية الإيرانية. البعث الإيراني. بقى مجزء من محور. اللي يسمونه محور المقاومة. إن فيه تسليح وتموت. البعث الإيراني؟ ما هو. البعث الخميني. البعث الإيراني. لا لا. عشان ما نخلط جمالنا. تفكر البعث الحزبة. لا لا. الخميني. الصحوة الخمينية. الصحوة الخمينية. أو الظهورة الخمينية. فبالتالي حتى مرتبات قضتهم بتيجي من إيران. مش بس كده. حتى مرتبات بيجيلهم من إيران. كل شيء بيجيلهم من إيران. وإيران بهم عايزة تسيطر وتهيمن. وعلى فكرة هم أهم من حزب الله. في القوة دلوقتي. لا. هم مش أقل القوة من حزب الله. حاليا. حاليا. لأنه عندهم حوالي 300 ألف مقاتل. مش أقل. بس الأهمية. إنهم عندهم بلد. عندهم دولة. تقع على باب المندب. والبحر الأحمر. وطريق التجارة بين الشرق والغرب. وإلى الهند. المحيط الهندي. بس البلد فقير وما فيش حاجة. بلد فقير حاجة. الفقير ممكن يبقى خطير. في فرق بينك تبقى فقير وفرق إنك تبقى خطير. هو خطير. مش حاجة أوليلة. فبالتالي. هم ده اللي خلاهم. هم قديه مسكين أراضي في اليمن. استولوا على أسلاحة الجيش اليمني. تحالفوا مع علي عبد الله الصالح. في سنة 2014. خلاهم استولوا على صنعاء. الحرس الجمهوري اللي كان يوالي علي عبد الله الصالح. ثم بعد ذلك. أطاحوا بهادي. اللي هو كان الحاكم بتاعه. فر سنة 2015. رح السعودية. وبعدين لما اختلوا علي عبد الله الصالح. حب تستميل السعودية. رح أقتلوا سنة 2017. فهم خدوا أسلحة الجيش اليمني. أو الحرس الجمهوري. فده جزء من قوتهم. فبالتالي هم أرقموا. وبعدين هم يجندوا الأطفال. ما عندهم مشكلة يجندوا الأطفال. إجباري تتجند. غزبا عنك تتجند. انت بائس وردها تتجند. فبالتالي ده كلها مصادر القوة. بيحكموا بالشريعة الإسلامية. بيحكموا بنظام ديني قبلي متخلف. ما تقلش الشريعة. هم عندهم مصادر التشريعية. زي ما قلناها الكرآن والسنة والقياس. ولكن هم بيحكموا بنظام ديني قبلي متخلف. حاليا بيسيطروا على أي؟ الحاليا بيسيطروا على الحرب لسه مستمرة. فيه هدنة حصلت سنة 2023. ولكن الحرب مستمرة. هم سيطرين حاليا على الأرض. على حوالي 25% من مساحة الأرض. بس بما فيها صنعاء. المدينة الأهم. والحديدة. اللي هو الميناء الأهم. اللي اتضرب من شوية. الميناء الأهم من ميناء في اليمن. هم دول مسيطرين عليهم. والمكان 25% المساحة المسيطرين عليها. فيها 50% من سكان اليمن. 50%؟ مساحة قديية تقريبا. اليمن 550 ألف كيلومتر مربع. وعدد السكان حوالي 30 مليون. فهم مسيطرين على نص السكان. وربع الأرض. ربع الأرض الحلم. ربع الأرض اللي مليان. المليان. المليان الناس. وبعدين النظام الموالي للسعودية. مسيطر على 55% من المساحة. ولكن أغلبها مساحات سحراوية. والجزء الموالي للإمارات. المجلس الانتقالي في الجنوب. مسيطر على حوالي 20%. بس حتة حلوة. اللي عدن. والحتة الجميلة. اللي كانت تحت حكم الإنجليز. في الجنوب. فده بالنسبة لمناطق نفذهم. نحن نناقش الحوتيين. لأن الناس ليس مدركة خطرهم يمكن. نفكرين أن حربهم هي بس مع إسرائيل. لكن نحن نرى أن أثروا على اقتصاد مصر. طبعا. وأثروا على سفن رايحة البلدان كثيرة. وحيأثروا على العالم. حيأثروا اقتصاديا. أم أذيت أي واحد. ستتأثر بطريقة أو أخرى بالصراع الموجود. أي خطورة الحوتيين على الشرق الأوسط والعالم؟ طبعا. هناك خطورة تتعلق بجوستراتيجية. في خطورة جوستراتيجية. أنهم عاوزين إيران. إيران عندها مديك هرمس. عاوزين إيران تسيطر على باب المندب. وعلى البحر الأحمر. يبقى تسيطر على المنطقة. التجارة. الطرق تجارة. واحد من أهم طرق التجارة في العالم. 10% من التجارة العالمية. بتمر بباب المندب. فهم بيعملوا هذا. ليس لصالحهم. لصالح إيران. إيران القوى الإقليمية المهيمنة. فإنك إنت لما إيران تسيطر. تدخل على بحر العرب. والبحر الأحمر. والمحيط الهندي. وباب المندب. بحريا سيطرت على المنطقة. ده الخطورة الأساسية. ده خطر جوستراتيجي كبير. كمان أنهم أثروا على. في الفتر اللي فاتت على التجارة الدولية. بشكل كبير. رفعوا. سلاسل التوردات تأخرت. لأن بيلفوا حوالينا رأس الرجاء السلح. السفن الكبرى دلوقتي. بتلف زيادة 15 يوم. في الرحلة. كمان تكاليف التأمين. تكاليف كل شيء. أضروا ب55 دولة. 55 دولة أضيرت. بما فيهم. أنت قلت مص. يعني مثلا السفن. في يناير 2024. عدد السفن. اللي عدت من قناة سويس 150. يناير 23 كانت 400. يعني أكثر من 50%. أكثر من 50%. والسبب تهديدات الحوثي. طبعا تهديدات الحوثي. خلت شركات التأمين الكبرى. بتلف حولنا رأس الرجاء السلح. رجعت لمقابل قناة سويس. وبالتالي حصل زيادة في التكلفة. زيادة في التضخم العالمي. زيادة في التأثير على التجارة الدولية. وكله لصالح إيران. وهذا هو الخطر. كمان. أنت بتكلم عن. أنت بتكلم عن. طالبان لما حكمت دولة. بس أنت دولة حبيسة. مش وقع على أي حاجة. مش وقع على ممرات. أفغانستان. دولة حبيسة. ومصرت خطر على العالم. ولا مصرتش خطر على العالم. طبعا. وحربتها أمريكا سنين. ولا ما حربتها أمريكا سنين. بالزب. ودلوقتي نزعت خطرها. هم عرفوا. بتوع طالبان. ما يقدروش يهجم الغرب والأمريكا. رجعوا بديل تاني مختلف. طب. هم دلوقتي. في دولة. تقع على منطقة استراتيجية في العالم. وعندهم أسلحة. وبؤساء. وعندهم أيديولوجية. وتبعين لمحور إرهابي. محور الشر. محور إرهابي. وإيه محور المقاومة ده. مش هو إيران دي راعية للإرهاب. ومش دي منظمات إرهابية. مش دي منظمات إرهابية. منظمات اللي هي حزب الله. والمنظمات دي كلها منظمات إرهابية. وبالتالي. أقول لك إحنا مقاومة. هم مش مقاومة. مقاومة إزاي؟ وأنا هترح سؤال على اللي بيعملوا الحوثيين. هل هو مقاومة أم إرهاب؟ إذن خطورة على الاقتصاد. خطورة على السلم العالمي. خطورة على الاستقرار في المنطقة. طبعا. أنا أقول لك حتى فورن أفيرز كتبت. المشروع الحوثي يحاول مساعدة إيران في الهيمنة على الملاحة في البحر الأحمر. ومضيق باب المندب. الحوثيون باتوا شركاء رئيسيين في سعي إيران للهيمنة الإقليمية. وكمان أقول لك يعني خطورتهم. يعني هم قاموا بتخريك 45 ألف واحد. قالوا دول قوات توفان الأقصى. ما عندهم بيجبروا الناس. عندهم ملايين موجودين. وقالوا إن إحنا بنهدف لتجنيد واحد ونص مليون طفل. من أجل معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. هم كمان بيساعدوا إيران في تهريب البترول وقسر الحظر. اللي عملها الأمم المتحدة وعملها الولايات المتحدة عليهم. بيساعدوا إيران. بيتهرب. بيتغلوش. هم يغلوش على السفن. تروح مرة السفن الإيرانية بالبترول. وساعدوا إيران في هذا الموضوع. سألتك سيد مجلي. عندما قامت الحرب بين حماس وإسرائيل. في 7 أكتوبر. طبعا حزب الله تدخل بيسميه الإسناد. الإسناد. طبعا. هم بيروحوش مباشرة يعني معروف تكتيك بتاع إيران. بالعرب. بيحربوا بالعرب. بيحربوا بالعرب. يعني أنا حارب بلبنان. حارب بالعراق. حارب باليمن. ومشي هم يتخرب الدول. وحارب بالفلسطينيين. طبعا. وأنا بعيد. وإسرائيل وقعت الدرس ده عشان كده بدأت تضرب. تضرب هم هم. عشان توجعوا. عشان ما تعلعبش اللي أبدي. اللي أبدي مفهومة. الحوتي دخل الحرب برضو. رغم أنه بعيد عن المنطقة. لكن طبعا بحجة أنه إحنا ما مش هنسيب لأن نتخلى عن فلسطين. وتأجيج المشاعر الدينية في قلوب الناس. طبعا. طبعا. ليه أعلن الحوتي الحرب على إسرائيل؟ طبعا. أول حاجة لأنهم بينفذوا أوامر إيرانية. لأنهم جزء من محور إيراني تقود إيران لأهداف إيرانية. يعني قاتلهم الأوامر يدخلوا الحرب؟ قاتلهم الأوامر يدخلوا الحرب طبعا. الأوامر زي. بتدي أوامر زي حزب الله. زي الميليشيات الشيعية في العراق. زي. ما عندهم استقلالية في النظارة؟ ما عندهمش استقلالية. خالص الدعوة لأنهم عندهم استقلالية. هم بيبرروها إن إحنا أيدولوجيا مستقلين. هم بس بيساعدون لوجه الله كده. أو إن إحنا منسجمين أهدافنا مع أهدافهم. هو الواقع غير كده. الواقع إيران ساعدتهم. وهم بقم جزء من محور الإيراني. هم بيقولوا على نفسهم إن إحنا جزء من محور المقاومة. يعني إيه جزء من محور المقاومة؟ تحت السلطة الخامنئي. طبعا. محور المقاومة يقوده خامنئي. إحنا بناخد أوامر. ده أول حاجة. طيب. وزي ما قلت إن الموت الإسرائيل ده. هو شعار جاي من إيران. أمريكا. هو شعار إيراني. شعار الصورة الإسلامية في إيران. طبعا. كمان. زي كل المستبدين. القصائل. اللي عاوزين يحصلوا على الشرعية الدينية. والبطولات. من إسرائيل. من الهجوم على إسرائيل. على فكرة. هم كانوا بيقولوا إن الهجوم. هم في تقديراتهم. الهجوم على إسرائيل ليس له تكلفة. مش ترد إسرائيل. هم دلوقتي بيعملوا حسابها مئة مرة. من بعد ما تضرب ميناء الحديدة. بعد ما تضربت. عرفوا إن في تمن. هم يقول لك. بناخد بطولة. وما فيش تمن بندفعه. هم دلوقتي عرفوا. إن الضربة الجاية. هينهوا ميناء الحديدة. خالص. وممكن يساعدوا. يساعدوا الدول اليمن. الباقي اليمنيين. إن سيطروا على الحديدة. لو سيطروا على الحديدة. خلاص خنقوا. خنقوا الحسين. ما عندهمش. مرفق ياخدوا مني. يستقبلوا. كل استقبلهم. بتاعتهم. التجارة والمواد. بياخدوهم. لو ساعدت إسرائيل. الحكومة اليمنية. بالاستلاع الحديدة. خلاص. وكمان يهربون للأمام. دايما. لما عندك مشاكل. وما بيدفعوش. مرتبات. وعندهم تزمر. مش عارفة. إيه اللي عندي. أهرب للأمام. ده جزء من تكتكات. حاول الأنظار لمشكلة تانية. لمشكلة تانية. أكبر بقى. إحنا لنا. مهمة عالمية. مهمة دولية. بتصير أنت مستحي تتكلم عن. اه. بتكلمون عن إيه. بتكلمون عن الأكل والشرب. ده إحنا في حرب مع الإمبريالية. إحنا في حرب مع أمريكا. إحنا في حرب مع السهيونية. اسكتوا. لا صوت يعلوا على صوت الحرب. ضد الإمبريالية والسهيونية. ده الهروب للأمام. كمان. الحرب توقفت مع السعودية. فبقى عندهم فقد. مهم معانفين. عاوزين يمرسوا العنف. كل المنظمات المتطرفة الإسلامية. لا تتوقف عن العنف. يعني لما تتوقف من ناحية. لازم تمارسها من ناحية تانية. لو توقف. كل النواحي تقتل بعضية. يقتل بعضية. اللي تدربوا على العنف. وعندهم ايدولوجيات العنف. ما يقدروش يتوقفوا في هذا الموضوع. نعم. فهم بالتالي. كل هذه الباكتش. خلتهم. أنهما كجزء. من محور. هل إسرائيل. قبل إسرائيل. في أي وقت. من الوقت. هجمت الحسين. أو ضربت اليمن. أو ضربت اليمن. أو هي احتلت أراضي من اليمن. أو أي عداء لليمن. ولا حاجة. 2700 كيلو تقريبا بينها وبين اليمن. لا يوجد أي علاقة أساسا. هم ليه دخلوا؟ لأنهم جزء من المحور الإيراني. ذكر المشاهدين أن هذه الحلقة مباشرة. لمن يريد أن يتصل بنا. أو يشارك برأيه في موضوع خطر الحوتيين. مهم الموضوع هذا. حتى لو البعض لا يراه في نفس درجة أهمية مواضيع أخرى. لأنه في الأيام القضية ستعلمون جيدا ما هو خطر الحوتيين. وأغلب سركان الشرق الأوسط حيحسوا بخطر الحوتيين لو ما تمش احتواء هذا الخطر. طيب أنا جاي لي سبب العداء بين الحوتيين والسعوديين. ده موضوع مهم كمان. موضوع مهم وأنا شرحه في نقطة واضحة كده. السعودية دي تشكلت سنة 1932. تمام. وكان عبد العزيز السعود عوز يبلع المنطقة كلها. يعني الإنجليز خدوا منه حتة الكويت. يعني وقفوه. وهو دخل كان ساعتها الإمام يحيى المتوكل. وكان الإنجليز بيحكمه جنوب اليمن. وشمال اليمن هي الزيدية اللي بتحكمها من قرون طويلة. فهم دخلوا خدوا تلاتة مناطق من اليمن. عسير ونجران وجيزان. كانت مناطق يمنية. احتلها سنة 1933. احتلها في حرب سريعة بينه وبين نظام الإمامة في اليمن. وفشل في أنه ياخد صنعاء. كان راح ياخد صنعاء عبد العزيز السعود. طيب. هو بعد ما خدت تلاتة دول. والنظام الإمامية ضعيف. فعاوز يأمن الموضوع ده. فعمل اتفاقية سنة 1934 مع الإمام يحيى المتوكل ده. قالوا اعترف بضم الثلاثة أماكن دول. فاعترفوا أنهما أماكن سعودية. العسير ونجران وجيزان. تمام. انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. سنة 1962 حصلت حرب على الإمامية بدعم عبد الناصر. ففي هذا الوقت بالذات السعودية حست بخطر أكبر. أن عبد الناصر هيقلب النظام السعودي. زي ما قاله بالنظام اليمني. فبالتالي وقفت مع الإمامية ضد عبد الناصر. وهو دي سنة. بس المصالح بقى لما تبقى فيها أخطار. كما قلنا تجيب. انتهت سنة 1970 بهزيمة الإمامية تماما. وتكوين الجمهورية. تكونت الجمهورية. واعترفت بها غصبا عنها. اعترفت بها السعودية. ما كانش فيها قدام حل. لازم تعترف بالجارة. كانش في حل. اعترفت بالجمهورية اليمنية الجديدة. ولكن الجمهورية اليمنية الجديدة. ما اعترفتش. بضم الثلاثة أماكن. اللي احنا تكلمنا عنهم. عسير ونجران وجيزان. قالوا دي أرض يمنية. بل وبعضهم بالغ. وقال ده الربع الخالي ده أصلا أرض يمنية. مش أرض سعودية. لاخد بالك. فده اللي حصل. سنة 79. وقفت السعودية مع صدام ضد إيران. بتبدأ تتشكل العلاقة هنا. في حرب الثمان سنوات. بعد كده سنة 1990. علي عبدالله صالح عمل الوحدة. بين اليمن الجنوبي. واليمن الشمالي. علشان الوحدة دي. السعودية طلبت منه. لازم تعترف لنا بالحدود. بقى انت بقت عندك اليمن. فاعترف. وقع سنة 2000. وقع اتفاقية حدود. علي عبدالله صالح. والسعودية دفعت رشاوة أربعة مليار دولار. لشيوخ القبائل. والسياسيين فسدة. عشان يتمضي هذا الموضوع. وقع علي عبدالله صالح. اعترافه باتفاقية الطائف لسنة 1934. ان التلاتة اماكن دي سعودية. سنة 2000. بلك. سنة 2009. حصلت ست حروب ما بين الحسين. بدأ الحسين يظهروا بقى هنا. بدأ الحسين. بدأت سعودية تقلق منهم. بدأت سعودية تقلق. دخلت سنة 2009. مع قوات علي عبدالله صالح ضد الحسين. وكانت كارثة. لان مات 130 جندي سعودي. أول ما دخلوا في حرب مع الحسين. 2011 حصلت اللي هو صار الربيع العربي. وانقلق وطار علي عبدالله صالح. ساعدت السعودية ان تجيب واحد. تبحة. اللي هو عبدالرب منصور هادي. كان نائب علي عبدالله صالح. والحسين دخلوا في المباحثات. عشان يكونوا جزء من السلطة. ويتخلوا عن السلاح. لكن هما ما تخلوش عن السلاح. بل انهم سيطروا على صعدة كاملة. والمدن المجاورة لها. لانهم كانوا جاهزين. وكانوا بيحربوا قبل كده ستة حروب مع علي عبدالله صالح. فكان الفصيل الأكثر جاهزية للحرب بخلاف الجيش. دحكوا عليهم. 2014 ساعدهم لأن نكاية في هادي. راح علي عبدالله صالح انضم للحسين بالحرس الجمهوري اللي كانت تابعه. واستولوا على اليمن. و2015 هرب هادي إلى السعودية. و2015 بدأت عاصفة الحزم. لأن كانوا سيطروا على صنعاء. وخافت السعودية أن يأخذوا اليمن كلها. ويطلبوا حتى بالأماكن زي عسير. ما ننساش أنه جزء من الشيعة موجودين في السعودية. شرق السعودية شيعة. شرق السعودية حوالي 20%. طبعا حوالي 20%. فممكن يحصل تحالف زي ما شفنا احنا. أحيانا التحالفات العقائدية بتولد تحالفات سياسية. هو الشيعية السياسية انتعشت في الشرق الأوسط. ليس عشان إيران والثورة الخبنية. قبل كده كانوا يسمع لهم صوت. كانوا مهضومة حقوقهم. لكن انتعشت. فده بشكل تهديد من نواحك كثيرة. تهديد كبير للسعودية من كل النواح. تهديد وجودي. تهديد خطير. إن إيران تحصرها كمان. إيران ما حصرها من هنا من الشرق. وهتحصرها كمان من ناحية اليمن. ده تبقى حصار كامل. إيران عملت كماشا على السعودية. بدأت عصفة الحزم سنة 2015. وعلى فكرة مات 400 ألف واحد في هذه الحرب لمدة سبع سنين. وتحولت اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. في العالم. بعد كده السعودية حابت تجذب على عبد الله صلح. كان بريج ماتي. فرحوا قتلوا الحوسين. 2023 حصلت اتفاق هدنة. وقف للحرب بوساطة عمان. إنها وقفت من سنة 2023 إن الحرب لحد هذه اللحظة. ووقف الحرب. ولكن هدنة. مش حل نهاية. وعلى فكرة السعودية كانت متخيلة إنه ستنهي الحوتين بسرعة. كان وهم. وده وهم عبد الناصر. الجبال اليمن وعرة جدا. وناس بيحربوا في الجبال. وعندهمش حاجة يفقدوها. وعندهم مقاتلين شرسين. ما قدرش. طب نيجي للسؤال اللي بيطرحوه الناس. بيقولك إن الحوتين ما هموا قومة. شايفين ناس مستضعفين في حماس. بيقتلوه. شايفين أهلهم مسلمين. حتى لو كانوا من أهل السنة. هم مسلمين في الأول والأخير. بيقتلوا على يد جيش قوي. وملهمش ناصر. وده الحجة اللي بيستخدمها حتى حزب الله. يعني إحنا مش هنقعد مكتوف الأيدي. ونشوف أخواتنا بيقتلوا في فلسطين. فكل واحد يعمل اللي يقدر عليه. أهو الدول خدلتنا. أهو مصر. أنا بقول لي بيقولوه. أهو مصر خدلتنا. ما عملش حاجة. الأردن ما عملش حاجة. خدلونا. وإنه بيحكموهم ناس خانعين للدول الغربية. وصهاينة وعملاء. وإلى آخره. إحنا بنعمل مقاومة. مقاومة الضعيف أمام القوت. طيب حلو. حلو. هل اللي بيعملوه الحوتيون مقاومة أم إرهاب؟ بناء على إيه حتصنفه؟ إرهاب مؤكد طبعا. إرهاب. أقول لك إرهاب ليه؟ حتى وزراء خارجية الدول العربية كلها مجتمعين صنفوا الحسيين كأنها كجماعة إرهابية سنة 2022. مصنفوا الإخوان بعد كل السنوات اللي دعموه مصنفوه إرهابيين. حتى قانونيا 22 دولة عربية مصنفهم إرهابيين. حتى قانونيا 22 دولة عربية. طبعا كل الدول العربية. طيب الكلام ده لو أصلا إيران دخلة تسند فلسطين دي أو تسند حماس لأسباب فعلا اللي أنت قلتها. هم بيسندوها لأسباب سياسية. جو سياسية عاوزين يخترقوا المحور السني. هم لو أنت قريت أدبيات الشيعة. الأقصى ده عندهم. ما يقولك الأقصى في السماء الرابعة. كتير أدبيات الشيعة. وأدبيات الشيعة لا تفرش معهم اسمها القدس دي. كربلاء والنجف عندهم. كربلاء والنجف كل حاجة. أحسن بكتير من أي أقصى ومن أي. نزاب. هو أصلا الوقت اللي هو في الخلفية الشيعية. القدس دي شيء باهت جدا. والأقصى أصلا اللي هو قالك ده عملوا مسجد عمر. ده عملوا بنوا أمي. والأمويين. ده بيلعنوا في القبض الصخرة اللي عملها عبد الملك بن وران. ده عدوهم اللدود الأمويين. بالتالي لا الأقصى له قيمة دينية عند الشيعة. ولا القدس لها هذه الأهمية الدينية. لكن طالما العالم السني عنده أهمية اللي ده خلينا نستخدمه عشان ندقضغ مشاعرهم. ندخل للعالم السني. نرفع نعم اليوم القدس. نسيطر على سفارة أمريكا ونديها لمنظمة التحرير الفلسطينية. نتكلم وأقصى. الأقصى بتاعكم ده أنتوا بتعدوه طول التاريخ. أقصى إيه بتاعكم ده؟ أنتوا أصلا ضد الأقصى أساسا. أنت داخل الأسباب السياسية جو استراتيجية. لو ما كنتش تفهم هذا الموضوع أن ده أسباب السياسية لخص إيران يبقى تفهم اللعبة أن اللعبة ده سياسية جو استراتيجية. أولا ده أول حاجة. اللي ما بيفهموش أن السنة مضطهدين في إيران نفسها. طبعا الأحواز. لو كانوا الناس تفهم يعني. طبعا. طبعا. ما تقصف السنة عندكم. طيب. أول حاجة. فبالتالي. طيب. نيجي للحق الحسين. الحسين. قتالهم داخل إيران ده سرع على السلطة. ما نقدر نقوله سرع على السلطة. كل واحد عاوز يأخذ سلطته برحته. حقهم أنهم يقولون أن ده أرضنا اللي حكمناها. قتالهم داخل اليمن. قصدي آسف آسف. داخل اليمن. داخل اليمن ده سرع على السلطة. وهم لديهم تصور بحقوقهم التاريخية في حكم إيش. وطالما هم يمنين بينهم يعني. بدأ برحتهم. أما خارج اليمن على بعد 2700 كيلو. أنت رايح ليه يا حوثي أرايح عشان جالي أوامر من إيران اللي لها أهداف استراتيجية في المنطقة دي. يبقى أنا رايح أن لعبة إيران مكشوفة ومن وراها الحسين. طيب أول حاجة. إطلاق الصواريخ. أنت بتكلم على مقاومة. إطلاق الصواريخ على سفن مدنية مسالمة وقتل وجرح البحارة. هل ده إرهاب أم مقاومة؟ ده قرصنة وقتل وإرهاب. القرصنة وخطف السفن. خطف السفن التجارية المدنية. هل ده إرهاب أم مقاومة؟ تعطيل التجارة الدولية وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر والتراجع. والإزاء العمدي لإقتصاديات بعض الدول. هل ده إرهاب أم مقاومة؟ هم بيقولك بيدربوا السفن بس الإسرائيلية؟ لا. ده وسعه البريطانية والأمريكية. وبعدين اليهودية. هذا إرهاب ديني كمان. اليهودية. أي واحد يهودي سواء كان بحار. أو يملك السفينة. حتى لو كنت رفع عالم حاجة تاني. أو يهودي. ليس إسرائيل. مجرد المالك يهودي. هتضربها. ده إرهاب ديني أو ليس إرهاب ديني؟ إطلاق السواريخ العشوائية. إيران ما عندهاش أسلحة ذكية. عندها أسلحة غبية. إيران ظهرت بشكل لا يصدق أنها نمر من مرق. عندهم أسلحة غبية. وطيارات مصيّرة. الطيارات دي لما تطلقها على المدنيين. على أنت غرضك. أنا مليش دعوة. تقع على مدني. على حية. على المرأة. على مدرسة على طفل أنا مليش دعوة. ده مش إرهاب قتل المدنيين. فبالتالي كل اللي بيعملوه هو. درب عشوائي. درب عشوائي. كمان أنت أصلا أنت جزء من نحور مقاومة. اسمه ترعاه دولة. اسمها راعية للإرهاب. أصلا منظمات إرهابية. الحجد الشعبي ده. حزب الله العراقي ده منظمة إرهابية. مصنفة إرهابية. حزب الله مصنف منظمة إرهابية. حماس منظمة إرهابية. والآن اللي كانوا مترددين في جناح السياسي وجناح العسكري. اختلطوا ببحث كلهم زي بعضهم دلوقت. جناح حماس العسكري والسياسي هو واحد دلوقت. يبقى دي كلها منظمات إرهابية. وكما قلت. أنا عاوز أقولك حاجة. هلخص الكلمة دي. الحوثيون منخرطون في أممية إسلامية جهادية شيعية. نحن عندنا دلوقت أممية إسلامية. على غرار الجهادية السنية التي تمثلت في نظام الإخوان وتمثلت في القاعدة. وتمثلت في داعش. فإحنا عندنا الناس مش قادرة تفهم أنه زي ما كان في إرهاب سني. طبعا. أنا لما كنت أتكلم عن القاعدة وعن داعش كثير من الناس كانوا مبسوطين. لكن لما تتكلم عن الإرهاب بشكل الشيعي. الناس لسا عندها شك. عندها شك. مش فهمة أنه ده مقابل لده. في أممية جهادية شيعية لديها أغراض سياسية. زي ما الإرهاب الإسلامي السني كانت له أغراض سياسية. الأممية الجهادية الشيعية لها أغراض سياسية. وتتمثل حاليا فيما يسمى محور المقاومة. وبيعتقدوا أنه بعيد منهم. يعني ملوش دعوة بيهم. لا طبعا. أنه بعيد منهم الإرهاب الشيعي. الذي يمارس الإرهاب قد يمارسه ضد أي حد. طالما هو في أيدولوجيته أن يمارس الإرهاب هو بيشوف الأهداف القريبة وبعد كده يوسع أكتر. والشيع بعد كده ممكن توسع أكتر وتتجه للغرب وكل حاجة. إذا حققت أهدافها المحلية. وبالمناسبة ترامب صنف الحوثيين سنة 2020 ورفعها الديمقراطيون. علشان يوقفوا حرب اليمن. علشان يدخلوا في مفاوضات. علشان يدخلوا في مفاوضات مع منظمة. لقد رجعوهم. أخشلوهم من منظمة. وفكروا في بأخرة أن يحطون تاني. فهما مش مقاومة. كل ما يقوم به الحوثيون هو إرهاب. عمليات إرهابية. ضد ناس في الشرق الأوسط. ضد إسرائيل. ضد الدول في الشرق الأوسط. ضد الاقتصاد العالمي. ضد الأمن الملاحة الدولية. أنا مستغرب في ناشطين على السوشيال ميديا مصريين. اقتصادهم ضرب من طرف الحوثيين. طبعا. لكن العمى. طبعا. العمى. العمى. الكراهية الدينية. والكراهية الدينية اليهود. قاعد يسقف للحوثيين. طبعا. طبعا. وقاعد يمجد في الحوثيين. طبعا. وما بيهموش إنه اقتصاده مخروب. طبعا. إيه بتفسر هذا؟ وعلى فكرة بعض مصيرات الحوثيين وقعت في طابة وقتلت مصريين وجنود مصريين. لا هم مش شايفين. مش شايفين كده حاجة. هقولك حاجة. ما قتل من الحوثيين. قتلوا من المصريين في مسيراتهم أكتر من. وما قتل واحد إسرائيلي بس. كل اللي عملوه قتل واحد إسرائيلي. في الضربة الأخيرة على تل أبيب. والضربة في المقابل بتاعها. مصر اتقذت من الحوثيين أضعاف 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 إسرائيل. أضعاف ممرها الملاحة تجمد. هو مين اللي فك دلوقتي حاليا رئيس القوات البحرية الأمريكية. قال إن إحنا خففنا 50% من خطر الحوثيين. ما زال فيه 50% على الملاحة الدولية. ولكن مين اللي خفف خطر الحوثيين على الملاحة تحالف الإصدار. اللي بتقوده الولايات المتحدة الأمريكية. طب المصريين. مش استفادوا من تخفيف ده؟ طبعا استفاد. طيب. مش كانت قناة السويس دي مشلولة تم دلوقتي 50%. ما تقدرش تجادل مع الأعمى اللي مش شايف. إلا إنه صاروخ بيدرب إسرائيل. غير كده إن شاء الله الدنيا كلها تخرب ما عنديش أي مشكلة. الكراهية الدينية تفقد الإنسان إنسانيته وعقله. عقله وإنسانيته. عقلك ده بتخلص. إنسانيتك بتنتهي. أو اللبناني اللي قاعد يهل للحوتيين وهو اقتصاده مخروب. أنا بقى أنا بعض الفرق المسيحية في لبنان هي اللي مديقاني دي أغير عادية. إزاي خرب لهم بلدهم وكسر المسيحيين. المسيحيين تكسروا في الخمسين سنة الأخيرة في لبنان. وحزب الله بيقضي عليهم ورافض يعين رئيس مسيحي من سنتين دلوقتي. وبعض المسيحيين بيهل اللور. الزمية نعمل إيه؟ إيه مستقبل الحوتيين في المنطقة؟ مستقبل الحوتيين في المنطقة دي يتوقف على مستقبل كذا ملف. أولا يتوقف على مستقبل الصراع بين السعودية وإيران. ما في صراع ممتد من سنة تسعة وسبعين. يتوقف على مستقبل ما يسمى بمحور المقاومة. هل الغربة العالم هيكسر هذا المحور؟ لو تكسرت حماس ثم تكسرت حزب الله. يبقى تكسر جزء كبير من محور المقاومة. لو كسرت الإيميج والدجنيتي بتاعت إيران وده اللي بيحصل حاليا تكسر. تدربتش في شرفها. طبعا. ما قال حسد قصر الله. أنه إيران ضربت في شرفها. لو أنت ضربت كم ضربة. لو كسرت. يتوقف الحوتيين على ضرب محور المقاومة ده وكسره. وكسر عملياته الإرهابية. ونزع أسنانه. يتوقف كمان على الصراع في اليمن. مهلس الصراع موجود في اليمن. مخلصي الصراع في اليمن. أنا في تقديري الشخصي سينتهي اليمن إلى ما كان عليه. الجنوب هينفصل. لأن الجنوب ده ثقافته أكثر مدنية. وكان تحت الحكم الإنجليزي لمدة 129 سنة. ومنفتح أكثر. وفي حياة مدنية أكثر. والشمال اللي هو كان متخلف لمدة ألف ومئة سنة. هيرجع الثاني ممكن يحكمه الحوثيين. وحكمه وراثي ذي مكان. وابن عبد الملك يبقى ابنه. وتبقى المملكة الحوثية. زي المملكة التوكلية. زي المملكة المشعرفية. فما يحدث في اليمن أيضا كذلك. بس هم عاوزين يشوفوا دلوقتي. هنسيبلوا قد إيه من الأرض. هيعملوا دولتهم في قد إيه من الأرض. لسه ما تترسمتش الحدود. بس هتترسم الحدود. وهتنقسم اليمن. في تقدير الشخصي. أن الحوثيين ممكن يحكموا شمال اليمن. زي ما كان. هل هتبقى لهم نفس القوة في الأيام اللي جاية؟ أو هتتحجموا؟ لا. لهم نفس القوة. لأنه عندهم قوة بيستعملوا شوية سواريخ من بعيد لبعيد. هم لو دخلوا في صدام أوسع مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل. اللي ممكن تكسرهم هي إسرائيل. وتضرب شوية ضربات قوية. والتحالف الغربي يساعد اليمنين لوجستيا أن يحتلوا ميناء الحديد. سؤال أخير. لو انتهت الحرب الآن بين إسرائيل وحماس. نحن شايفين أن حماس في أواخر في لحظاتها الأخيرة. يعني تلفظ أنفاسها. لدرجة أنه كله خايفي يصير هو رئيس المكتب السياسي. قالوا لبس في السنوار السياسي والعسكري. لو انتهت الحرب. خلينا نقول في الخريف اللي جائي. هل تعتقد أنه خطر الحوتين راح؟ لا. هيستمر. هما بيتلككوا دلوقتي بحجة إسرائيل وغزة. لو وقفت حرب غزة هيستمر الحسين. لأنهما جزء من محور إيران. هما جزء من المحور الإيراني. حماس دلوقتي على وشك تنهر. يعني ما فيش إلا جيوب. يقولوا جيوب بسيطة بتقاوم. أكثر من 80% من القادة الكبار ضربت مجلس الشورى بتاعهم ما عادش فيه إلا أربعة. كل حاجة تكسرت تكسرت. وإذا استمرت كم شهر تاني إسرائيل بنفس القوة. هيتقتل الصنوار وغيره وغيره. وضيف راح. مروان عيسى راح. عيمان نوفل راح. كل القادة الكبار راحوا كلهم. لكن هيستمر الحسين لتحقيق أغراض إيرانية. إن لم يتم تكثر إيران نفسها بطريقة أو بأخرى. وكثر هذا المحور بطريقة أو بأخرى. فإن الحسين مستمرين. لأنهم جزء من محور إيراني. ومسألة غزة وحرب غزة. هذه هي لعبة بس. لكي يدون نفسهم شرعية. نحن نبلاء. ويصير أبطال في عيون الناس. أنا أشكرك على تغطية هذا الموضوع تغطية جيدة. وأشكرك على بحثك الذي تقوم به. أشكركم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة. طبعا كالعادة انتظرونا الأسبوع القادم في موضوع آخر. وإن شاء الله بشكل مباشر ألقاكم يوم الخميس. كالعادة وبكل وضوح. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة